في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن واحد من اهم الملوك في تاريخ مصر وهو سن وسرة الثالث الملك اللي قدر ان هو يثبت دعائم حكمه في مصر وكمان يوسع من رقعتها ويضم لها النوبة بشكل ثابت ويضم اجزاء كتيرة من السودان بشكل ثابت قدر ان هو يدخل ثروات البلاد دي لمصر ويطور بيها المعابد القديمة وكمان يطلع على حملات في الشام علشان يأكد ان مصر ليها سيادة على كل الدول اللي حوليها وفي الحلقة دي هنتكلم عن وريث الملك ده وهو ابن محاة التالت وفي الحلقة دي هنعرف ليه ابن محاة التالت يعتبر من اهم الملوك في تاريخ مصر لكن قبل ان ندقى في الحلقة بتاعتنا كالعيادات اكد انك عامل لايك ومشترك في القناة ومفعل التنبيهات عشان تجريح الحلقة اللي جاية اول بول واعمل مشاركة للحلقة دي لان الحلقة دي فيها معلومات مهمة جدا جدا عن مصر زائد ان انا حابب اشكر كل اللي بيدعمونا على بيتريون بودا فون كاش وبيبال سواء بشكل مستمر او بشكل متقطع دعموكم ده هو اللي بيخلينا نستمر في تقديم المحتوى المهم ده كمان حابب نوح على ميزة الانتساب للقناة اللي موجود زرار بتاعها جنب زرار السبسكرايب ودي بتتحلك ان انت تشوف محتوى حصري على القناة هنا ومش عاوزين يطول كتير خلي الحلقة بتاعتنا دي اول غازي سنة سرة الثالث وجه من بعده وريثه الشرعي للحكم ابن محاة الثالث اللي في نظر التاريخ يعتبر من اعظم الفراعنة في تاريخ مصر طبعا في الحلقة دي هم نتكلم هو عمل ايه وعمل ايه دي هم نتكلم على مدة طويلة جدا لان هو عاد على الحكم تمانية واربعين سنة يا رجل كان داخل في نص كرن بيحكم مصر بدأها ابن محاة الثالث بانه يطلع بحملة زي ما ابو كان عامل على السودان وهو وصل في السودان بجيشه لحد الشلال التالي تقول لي طيب هو ليه روح السودان ما اصلا خلاص السودان بقت حتى من مصر ومش محتاج ان هو يروح اقول لك هو كان رايح علشان يعلن عن نفسه في السودان مش رايح علشان يعمل حرب علشان كده الحملة دي في التاريخ اتوثقت بس يعني التاريخ موقفش عندها كتير مفيش تفاصيل لها يعني فبالتالي هو مرحش عمل حروب ولا راح خددهب من هناك ولا عمل اي حاجة هو الراجل راح هناك سلم على الناس المسؤولين اللي موجودين هناك امن على الجنود بتاعته ان انا والله انا الملك الجديد وانا الوريط الشرقي وهكده خد منهم الولاء وام راجع مرة تانية لمصر المهم انه راجع من السودان وهاتك يا تنقيب في سينة 24 بعث التنقيب اتبعت في عصره لسينة علشان استكشاف المعادن وقطع الحجارة والحصول على الاحجار الكريمة من سينة احنا طبعا بنتكلم على معدل ضخم جدا تقريبا كل سنتين بتطلع حملة ضخمة جدا لسينة علشان تنقب الحاجات دي كلها يستخدمها في ايه خليك مكمل معا الحلقة علشان هقولك هو استخدمها في ايه يعني تقريبا استخدمها في واحدة من عجائب الدنيا القديمة بس طبعا هقولها لك قدام لكن الحملات دي قابلت مشاكل كتير زي حملة من الحملات دي واجهها قطاع الطرق بشدة في سينة لكن لان الحملة ما كانتش بس طلعة بمهندسين وعمال كان معاها جنود قدر انه هو يتغلب على العصابات وقطاع الطرق دول والحملة تقدي واجبها بسلامة حملات تانية مش بس اتهجمت من قطاع الطرق لا ده واجهها حر شديد جدا هناك حر لدرجة ان العمال نفسهم كانوا دخلين على اضراب احنا مش هنشتغل في الجو الحر ده وده اللي ادركه القائد بتاع الحملة دي بسرعة جدا الحر ده لو انت مش واخب بالك فالقائد في النقش اللي عمله علشان يوثق الحملة دي في سينة كتب في النقش بتاعه ان الحجارة من شدة الحر كانت بتكوي جلود الناس اللي بتحفر فيها ونظرا لاستمرارية العمل لان الحملة دي لازم ترجع الحجاب بتاعتها والثروات اللي هناك بيئت للبلد الاصل او للعاصمة العمال ما بقوش قادرين ان هم يشتغلوا في عمل اضراب مش من المنطقي ان احنا نكمل شغل في الجو ده احنا بنطيع الفرعون وبنعمل كل اللي هو عاوزه ولكن هنرجع مصر مرة تانية او هنرجع العاصمة مرة تانية ونيجي في اي فصل تاني يا سيدي نشتغل في الشتا نشتغل في الربيع في اي فصل مش لازم في الصيف لكن القائد في الحلقة دي هنشوف ان هو كان بيغريهم جدا بلهم انتو اختيار الفرعون الفرعون اختاركم منتم دونا عن الشعب المصري كله علشان تعملوا المهمة الجليلة وتجيبوا الاحجار المقدسة دي وترجعوها للبلد نفسها لكن برضو ما نفعتش معاهم اي محاولات الاغراء اضراب يعني اضراب مش هنشتغل فهنا القائد بيركن سلاح الفرعون تماما وبيتجه ناحية حاجة مهمة جدا وهي الالهة حطحور اللي كانت الالهة اللي بيتم التعبد ليها اثناء الحملات ديات ما كانت موجودة في سينة ولازم تكون عارف ان الدين دايما بيكون هو السلاح اللي لو لجأتله في اي وقت مش هيخيب معاك وده كان موجود من ايام امن محاة التالي اللي القائد بتاع الحملة دي بدأ ان هو يغريهم بقى برضا الالهة حطحور نفسها مش عايزين رضا الفرعون خدوا رضا الالهة حطحور اللي بتشرف بنفسها وبتكرم اللي انتو بتعملوه فالعمال يوقفوا حالة الاضراب دي ويقولك ده احنا لو هموت عشان خاطر الالهة حطحور احنا ما عندناش مشكلة وبيرجعوا يشتغلوا مرة تانية علشان يكون القائد على علم بالعقيدة المصرية المصري اللي ما كانش عنده استعداد ان هو يعصي الالهة لكن لسه عنده النزعة الثورية ناحية الفرعون واللي طبعا وارثها من اجداده اللي عملوا الثورة في الاساس لكن القائد ده نال الثناء من ابن محاة الثالث لانه قدر ان هو يستغل الحيلة في التعامل مع الاضراب اللي كان شغال هناك وقدر ينجح الحاملة بالفعل من غير اي خسائر والحادثة دي هتنقلنا لوحدة من اهم اللوحات اللي تثابت لنا من عصر ابن محاة الثالث وهي لوحة تعاليم سحت باب رعا اللي بيقول فيها ان ابن محاة الثالث كان بينال الولاء من كل اللي حواليه بداية من اولاده وحشيته والناس اللي عايشين معاه في الاصر وصولا بالموظفين والقادة بتاعة الحاملات الاستكشافية وده لو هيعني حاجة في التاريخ فهو بيعني ان قبضة ابن محاة الثالث على الناس اللي شغالين معاه والموظفين كلهم اللي في الدولة كانت قبضة قوية جدا وحديدية جدا الحاجة اللي بتخلي ان لو واحد غلط مش هيحتاج ان الفرعون نفسه يجي يقدبه بالعكس ده اللي حواليه كلهم هم اللي هيقدبوه وده مش تملك ولا حاجة ناحية الفرعون لا هم اساسا مؤمنين بكده اقتناع تام عند كل الموظفين وكل الحشية وكل الوزراء ان الفرعون ده هو المخلص فليه الطاعة الكاملة فالسيطرة اللي ورثها ابن محاة الثالث عن ابوه سنوسيرت خارجيا سواء في السودان او في الشام والسيطرة اللي ابن محاة نفسه عملها على البلد من الداخل خلت عنده رفاهية انه يبدأ يعمل مشاريع قومية ورفاهية انه يبدأ يحل المشاكل الحقيقية اللي كانت بتعاني منها مصر وهنا هنشوف نظر النمحاة الثالث بيتوجه ناحية اقليم الفيوم الاقليم اللي في الاسرة الاثناشر كان يعتبر من اهم الاقاليم في مصر على الرغم من انه مكانش العاصمة نفسها اغلب الملوك من الاسرة دي راحوا عملوا الاهرامات والمعابد بتاعتهم هنا اغلبهم راح اتدفن في المكان ده لكن اقليم الفيوم والدلتة كلها كانت بتعاني من حاجة مصرية جدا هتفضل مصر تعاني منها لحد فترات طويلة قدامه وهي مواسم الفيضان ومواسم الجفاف النيل بيبدأ يفيضى عن حده وانت عارف ان المصريين كلهم عايشين على ضفاف النيل فكان بالضرورة بيغرق الاغطان بتاعتهم والاراضي بتاعتهم ولو الفيضان كان شديد شوية كان بيدمر البيوت نفسها وفي مواسم الجفاف ما بيبقاش فيه مية اصلا في النيل فبالتالي الاراضي دي بتعاني من الجفاف والمحاصيل بتقل والشعب نفسه بيجوع فبص من محاة التالت على اقليم الفيوم الاقليم اللي كان موجود فيه بحيرة طبيعية اسمها بحيرة قارون اسمها وقتها كان بحيرة موريس او يعني زي ما اليونانيين اطلقوا عليها لكن خلينا مجازا نقول انها بحيرة قارون في الفيوم اللي كان شايف انها نقطة منخفضة جدا عن سطح الارض وبالضرورة منخفضة عن منسوب النيل الطبيعي والفيوم كلها على بعضها كان شايف امن محاة التالت ان هي جوهرة الدلتة المنبع اللي الميا بتعدي من عليه وبتتفرع منه للدلتة كلها فادرك امن محاة ان منخفض الفيوم هو اللي فيه الحل فايه المشكلة لو خلينا المنخفض ده يكون عبارة عن خزان ضخم جدا لمية النيل بنخزن فيه المية بحيث في اوقات الجفاف نقدر ان احنا نشق منه ترع والدلتة متعنيش من نقص في المياه وفي اوقات الفيضان نفضيه برضو ونفتحه والمية اللي بتفيد عن الحد بتاع النيل تنزل كلها في المنخفض ده ويتمليه وبالتالي ما يكونش عندنا اي مشكلة خالص من ناحية المية فكانت الفكرة ان احنا نعمل ممرة مائية من نهر النيل نفسه لبحيرة موريس قناة مائية اسمها مرمر واسمها النهاردة بحر يوسف طلها كان 15 كيلو متر بتصب من نهر النيل في بحيرة قارون وفي نهاية قناة مرمر دي اتعمل سد ضخم جدا السد اللي كان فيه بوابات ضخمة جدا البوابات دي هي اللي بتتحكم في دخول المية للخزان طيب تقول لي محصلة اللي هو عامله ده كانت ايه هل المشروع فعلا نجح؟ اقول لك اه المشروع نجح وقتها وقدرت بحيرة قارون في الوقت ده انها تخزن اكتر من 13 مليار متر مكعب من المية ولو انت مفكر ان السد ده كان عبارة بس عن شوية طوب كده في بوابة اقول لك لأ تصميم السد نفسه ما كانش عادي فاه انت عندك السد الطبيعي اللي هو حجارة ضخمة جدا فيها البوابات بتاعتها لكن على الجنبين بتوع السد كان عندنا اشكال رائعة صخرتين ضخمتين جدا اتنحتوا بالكامل على شكل هرم ارتفاعهم 20 متر فوق كل واحدة منهم تمثال لامن محاة الثالث فيعني بس ارسم المنظر كده في دماغك واعيش بقى بخيالك وغير الشكل الجمالي السد ده ساعد في فهم المصريين لمناسب النيل لأول مرة في التاريخ اول حاكم مصري يتم في عهده تدوين مناسب النيل في العصر ده كان هو امن محاة الثالث فتكون محصلة خزان الفيوم والسد اللي عمله وقناة مرمر اللي حفرها امن محاة الثالث ان الفيوم تكون هي سلة غذاء مصر قادرة ان هي لوحدها تكفي مصر من المية بشكل غير عادي قادرة انها تحمي مصر من الفيضان وفي نفس الوقت قادرة ان هي تنتج الغذاء بذاتها علشان يكون فهمنا حاجة جدا من الوقت ده ان الاستقرار الداخلي والخارجي طبعا بطبيعة الحال هي الحاجة الاساسية اللي منها القائد الناجح قادر ان هو يعمل مشروعات صعب ان هي كانت تتعمل في اوقات عدم الاستقرار وان بحاة الثالث اعماله سواء في الخارج او في الداخل بتشهد ان مصر في عهده عدت بطفرة انشائية وادارية مشوف نهاش من قرون كتير فاتت وعلى التوازي بقى كان بيعمل حاجات كتيرة جدا لاخرته يعني لو الراجل كان مزبط الدنيا بتاعته فبرضه ما كانش ناس الاخر وكانت الفكرة انه هيعمل هرمين هرم علشان الجثمان بتاعه يدفن فيه وفيه طبعا المقبرة الملكية وهكذا اشياء والهرم الثاني علشان بس روحه لما تطلع من الهرم الاول تستقر فيه ودي كانت عادة موجودة عند الاسرة اللي اتنشر كلها واحد من الهرمين دول في الفيوم والتاني موجود في دخشور وخلينا نركش شوية مع الهرم اللي توجدت فيه غرفة الدفن في الفيوم الهرم اللي كان موجود جنب بحيرة قارون او جنب السد بتاع الفيوم اللي السبنيه وكأنه بيشاور على المكان ده وبيقول ان المكان ده انا عملت فيه اهم حاجة عملتها في حياتي وزي ما نقشنا تصميم السد خلينا برضو نتكلم على تصميم الهرم اللي كان من جوه تصميم مبهر جدا 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 ما يغرقش شكله من بره كده وانه هو مبهدل يعني لا ده من جوه كان مغارة وتصمم بشكل يخلي من اصعب المهمات على اي حرامي انه هو يخش يستكشف او انه هو يسرق الحاجات اللي موجودة جوه وصول الحرامي نفسه لغرفة الدفن كان صعب جدا زي ما هشرح لها نبدئيا احنا الممياء بتاعت الفرعون موجودة داخل تابوت التابوت التقليدي العادي جه من محات على صخرة ضخمة موجودة في النفس المكان ده ونحت في الصخرة دي على قد التابوت بالزبط بحيث انه اول ما يموت التابوت بتاعه يتحط جوه الصخرة دي مباشرة فيكون مدفون في الارض نفسها وغطي الصخرة دي بتابوت تاني اضخم منها بحيث ان البوابات بتاعتها كلها تكون متأمنة تأمين اضافي وعلى الغطة ده حطيلي من الجوانب الاربعة حجارة ضخمة جدا وكذلك طبعا من السقف وبس باشي دي اطلع بقى بالهرم بتاعك فيعني تخيل ان غرفة الدفن نفسها قادرة ان هي تستحمل اشعاع كنبلة نووية ازاي بقى الحرمية بشاكوش ومداء كده ان هم يعني هيعملوا ايه قدام العظمة دي كلها تقول لي طيب المدخل بقى بتاع الهرم احنا خلاص بننا الهرم المدخل حطه فين اقول لك ان الطبيعي عند كل الملوك اللي فاتوا ان المدخل دايما بيكون ناحية الشمال هو بقى قال لك لأ ما الحرمية عارفين ان المدخل من ناحية الشمال انا عمله ناحية الجنوب بحيث ان الحرمية اول ما ييجوا عشان يسرعوا الهرم يعود ويدوروا في ناحية الشمال ما يلاقوش البوابة لاننا حطوطها الناحية تانية اصلا تقول لي طيب لقوا البوابة ودخلوا واحد كده محظوظ جرب حظه في الناحية الجنوبية ودخل اقول لك في الحالة دي انه هيدطر يمشي في ممر طويل جدا والممر ده هيوصلوا لمفترق طرق الطريق من الطرق دي كان مفتوح والطريق التاني كان مسدود فالبديهي ان انت تروح ناحية الطريق المسدود لان الاهرمات كلها كان الدخول لغرفة الدفن فيها كان سهل احنا داخلين ندفن احنا مش داخلين نلف حوالين بعض فالحرامي كان بيروح ناحية الطريق المسدود ده ويبدأ ان هو ينحد فيه لكن ما كانش بيوصل لأي حاجة ولو قعد من هنا لكم سنة ما كانش هيوصل لأي حاجة فالحرامي الطبيعي كان بايه اسوبي يطلع يقول لا يا باشا ده كان هرم مزيف ولازم ندور على الهرم تاني طيب تقول لي فيه واحد شغل دماغه وقام ماشي الناحية التانية اقول لك هيمشي برضو فيه ممر طويل جدا تاني الممر ده فيه فتحة من فوق لو بصيت من الفتحة دي هتلاقي بير عميق جدا جدا لحد ارضية الهرم نفسها طبعا انت هتخاف تنزل فترجع تاني تطلع من الهرم تقول لي لا فيه واحد بقى دم متقيل هينزل لتحت انزل بقى تحت وانحت على قد ما تقدر انا قلتلك ازاي ان غرفة الدفن دي كانت متحصنة بشكل كامل من كل الجوانب فانت محتاج معدات ووقت طويل جدا علشان بس تفضل تنحت لحد ما توصل لغرفة الدفن نفسها لكن مع كل اسف خلينا اقولك ان المقبرة تم تبنسها بالفعل وفيه حرمية كان واضح ان هم عندهم صح حاجة قوي ان هم يقدروا يوصلوا لغرفة الدفن نفسها وتسرقت الممياء نفسها وتسرقت الممياء بتاعت بنت امن بحاية اللي اتدفنت قبل ما هو ما يموت جوه الهرم وتولع في غرفة الدفن وفيه كل الهرم من الداخل طبعا وكل المقتنقات بتاعته تقريبا اتسرقت وبالمناسبة عشان اعدتها بسرعة كده ان بنته ادفنت معاها في الهرم خلينا اقولك ان دي كانت طفرة يعني مش حكا ان هي عادي ان هي تحصل في الطقوس المصرية الجنائزية القديمة ان بنته تدفن مع ابوها في نفس المقبرة في نفس غرفة الدفن تقريبا دي كانت طفرة ويريتها ما عملت كده كان زمان جوستها لسه مكانها وكان موجودة بقى في المتحف المصري ولا حاجة لكن لو يعني اخفاء غرفة الدفن كان حاجة مدهشة فالمدهش اكتر كان المعبد الجنائزي اللي فيه كانت بتتم الصلوات وكان فيه بتتم تحنيط ممياء الفرعون ودي بقى اللي كانت حاجة يعني خرافية جدا احنا عارفين من التاريخ المصري اللي كلمتك عليه في الحلقات اللي فاتت ان كل هرم او كل مقبرة كان بيكون لها معبد جنائزي يا قريب منها يا اما بعيد عنها شوية زي ما قلت لك كان بيتم فيه الصلوات وكان بيتم فيه كل الحاجات اللي ليها علاقة بصلاة الجنازة على الميت وبعد كده الجثة دي بتطلع فيه طقوس ملاكية لحد ما الكهنة بيتفنوه جوه غرفة الدفن وعلى مر العثور شكل المعبد الجنائزي ده اتغير بشكل كبير حسب المعتقدات طبعا اللي كانت ماشية في الوقت ده هنشوف مثلا ان هو تحول بقى معبد شمسي قبل كده ايام بقى بنات الاغرام كان ليه شكل معين واللي شفناه في الاسرة اللي اتنشر ان المعابد الجنائزية ما كانتش بتبقى مقتصرة على انها معبد لا ده كانت بتبقى مدينة ابن محاد بقى قرر انه هيعمل واحدة من عجائب الدنيا القديمة ومش انا اللي بقول كده المؤرخين اليونانيين هم اللي قالوا كده بالنص معبد الهرم او الليبرنت من عجائب الدنيا القديمة حسب كل المؤرخين اليونانيين اللي بناه من محاد في الجانب الشمالي من الهرم في الناحية اللي كانت بتطل على بحيرة قارون المعبد اللي كان طوله حوالي 1000 قدم وعرضه 800 قدم من وجهة نظر استربون وهيرودوت اللي اتنين مؤرخين عظماء جدا في التاريخ كانوا شايفين ان الليبرنت اللي بكلمك عليه ده بيضاهي في دقته وعظمته الاهرامات هيرودوت نفسه قال ان هو اعظم من الاهرامات ونقصت اهرامات الجيزة نفسها الاهرامات الخالدة اللي هي من عجائب الدنيا السبع النهاردة اللي بنتكلم عليه ده كان معمول ليه جزئين جزء سطحي على وش الارض والجزء التاني كان سفلي تحت الارض بنفس المساحة الجزء العلوي او اللي باين من الليبرنت كان موجود فيه عدد كبير جدا من المعابد بعدد مقاطعات مصر بحيث ان كل مقاطعة يكون ليها المعبد بتاعها واثناء التقوص الجنائزية كل مقاطعة تعمل التقوص بتاعتها داخل المعبد بتاعها وتخطيط الليبرنت كان معمول بشكل يخلي كل المقاطعات منفد على بعضها يعني ما تدخلش مثلا معبد بتاع مقاطعة وما تعرفش تطلع منه وغير من المدخل لا هو كان متصمم بطرق والتوقات تخلي المقاطعات كلها منسابة على بعضها لكنك صغرت مصر وعملتها في خريطة صغيرة على شكل الليبرنت لان زي ما قلت لك امن محاط كانت كل حاجة في ايده فكل حاجة كانت منفد على بعضها بالفعل سياسيا وده اللي حصل انشائيا والمدهش بقى والغريب في نفس الوقت ان كل حجر كان محطوط جوه المعبد ده كان عبارة عن حجر واحد بس يعني انت دلوقتي عايز تعمل حيطة الحيطة عبارة عن حجر واحد بس مصمم وتخيل الحيطة مثلا التلاتة في تلاتة بتاعت قطك عبارة عن حجر واحد او عايز تركب ليها حتة سيراميك واحدة تبقى مالية الارضية كلها تخيل الدقة اللي انت محتاجها علشان تعمل الموضوع ده اهواء المعبد كله كان معمول بهذا التصميم المبهر وقتها ايام الفراعنة انا بكلمك من كام الف سنة وده يقولك قد ايه قطع الحجارة كان متقن جدا جدا وقتها واستعمال الحجارة نفسها في الحاجات دي حاجة يعني مفيش حاجات قدرت توصفها ده غير بوابات السراديب اللي كانت موجودة تحت الارض وان كانت في عظمتها وجمالها لوحدها من غير اي مقتنيات كانت بتضاهي اللي موجودة فوق يعني اكن لك عملت نسخة تبقى الاصل تحت تحت الارض نفسها والمبهر فيها ان في وقت الصباح وقت ما الشمس بتكون مشرقة بتدخل للسراديب اللي تحت دي انارة من الشمس فانت عندك اتقان معماري اتقان فلكي اتقان مدني او انشائي علشان يكون اللي برينت هو الصرح العظيم اللي بيقول ان المهندس المصري قادر انه يبدع والعامل المصري قادر انه هو يشتغل ويعمل حاجة عظيمة وقد ايه مساحات الابداع والتجديد كانت موجودة في عهد النبحال واللي بطبيعة الحال اتنقل لينا من الحاجات الانشائية العظيمة جدا دي ليه اساليب النحت والتمثيل التمثيل الممتازة اللي عايشة لحد النهاردة وتعتبر من ابها التمثيل في العصر ده يمكن مشوفناش تمثيل جميلة بالشكل دوت من ساعة من كورا علماء المصريات نفسهم بيقولوا ان التمثيل اللي كانت موجودة في عهد النبحال هي اهم تمثيل في تاريخ مصر الوسطى واجمل وادق تمثيل شاهدة على العصر ده مجاش بعدها تمثيل تقرب منها في الدقة الا في عصر اخناتون كل الحاجات الاصلاحية سواء انا بكلمك على الخزان بتاع الفيوم او الحاجات الانشائية اللي ليه علاقة بالهرم او ليه علاقة بالليبرنت او حتى الدقة في الفن او السيطرة الادارية الكاملة اللي كانت في ايد ابن محات تقولك قد ايه ابن محات واحد من اعظم الفراعنة والملوك في تاريخ مصر كلها شخص قدر انه يطور التركة الكبيرة الا بو كان سايبها له وقدر انه يعمل فوضى ابداعية خلاقة ما كانتش موجودة في البلد من فترات وعصور طويلة جدا جدا وده كله قدى انه بعد وفاته يبقى من الملوك اللي بيتم تقدسهم في العبادات والصلوات المصرية لانه عند المصريين هو اللي احيا اقليم الفيوم هو الشخص اللي بدأ في اصلاحات النيل المقدس وهو اول واحد يفكر ويسعى ويعمل حاجة تمنع وتحمي المصريين من الفيضان اللي ما كانش له اي حل لحد ما ابن محات جه وفي اواخر ايامه بيشرك معاه في الحكم ابنه ابن محات الرابع ابن محات الرابع اللي عنده مهمة صعبة جدا بعد وفات ابوه يا ترى هيعرف انه هو يحافظ على التركة والسمعة العظيمة اللي ابوه سيبهاله ولا هيعمل ايه في البلد ده بكل تأكيد اللي هنعرفه في الحلقة الجاية فعلشان كده اتأكد انك عامل لايك مشترك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جاية كلها اول باول شارك الحلقة دي لان ده بيساعد جدا في تكبير القناة وبالتالي استماريتنا في صناعة المحتوى ده وطبعا للمرة التانية حابب اشكر كل اللي بيدعمونا بشكل مادي على باتريون فودا فون كاش و باي بال اللي طبعا لينكاتهم موجودة تحت زرار اللايك في صندوق الوصف وبكل تأكيد لو حابب يجيلك محتوى حصري على القناة ما بيظهرش للمتابعين تقدر تعمل كده عن طريق انتسابك للقناة وبسكتل سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر